موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من مدينة حلب في هذه الحلقة سوف نتكلم عن محورين هامين ورئيسيين يخصان الفصائل العسكرية الثورية في مدينة حلب وفي سوريا بالعموم المحور الأول هو الفصائل العسكرية الثورية وإمكانية إيجاد مؤسسة عسكرية واحدة جامعة لكل هذه الفصائل ومن هنا من داخل الاستوديو أستقبل ضيوفي الكرام الأخ سهيب القائد عسكري في جيش الإسلام أهلا وسهلا بك والأخ أبو الحسنين علاء سقار قائد عسكري في تجمع فاستقم كما أمرت أهلا وسهلا الأخ أبو عمر حبه إبراهيم حبه ناشط ثوري في مدينة حلب والأخ أبو عبد الطبية ناشط أيضا ثوري في مدينة حلب أهلا وسهلا بكم جميعا البداية معك أخي أبو الحسنين في بداية العمل المسلح في بداية العمل المسلح الثوري في سوريا كان هناك مجالس عسكرية في كل مدينة نرى أن هناك المجلس العسكري الفلاني والمجلس العسكري لمدينة كذا هي أجسام تعتبر بصراحة نتاج فطري لعسكرة الثورة يعني هو نتاج فطري طبيعي أي شخص يريد أن يعمل في العسكرة أو أسسه أي شخص ينشق عن النظام أو عن جيش السوري يلتحق في هذه المجالس كانت تشكل نواة عسكرية جيدة تراتبية معينة فجأة افتقدنا هذه الأجسام ما هو السبب هل هناك من عمل على تفشيلها أم أنها كانت بالأساس هشة أخي كريم هي ما افتقدناها ولكن هي كانت بداية لمرحلة يعني المجالس العسكرية التي تأسست في المدن وتشكلت من ضباط منشقين أو من أشخاص ثوريين هي كانت كبداية مرحلة لتأسيس كانت فصائل الكتائب في الجيش الحور كانت عبارة عن كتائب وسراية مو متوزعة في مناطق التي تم تحريرها أو التي صارت على النظام ولكن كانت مرحلة لتشكيل يعني قامت في دور معين في بداية السورة صار تطور ما بعد المجالس اللي هي تشكيل الألوية والفرق يعني هالكتائب اللي كانت تابع له المجالس العسكرية كانت كل واحدة تعمل منا على حدة هالكتائب اندمجت وصارت ألوية فعدنا مرحلة المجالس العسكرية لمرحلة الألوية والفرق والتشكيلات الفصائل اللي انت وصلنا له نعم لكن انت تقول انه تطور لكن البعض لا يرى تطور بالعكس يرى انحطاب بينما كان هناك مجلس عسكري لمدينة كاملة يتكلم عسكريا باسم المدينة ويمثل عسكريا وكل من يعمل في العسكرة ينضم لهذا المجلس الآن ترى مجموعة وعدد لا متناهي من الكتائب والألوية نعم هذا التطور اللي صار انه كانت كتائب محدودة كان كتائب مثلا في مدينة حلب كان عدة كتائب عدد محدود تاب على هالمجلس العسكري ولكن فيما بعد وخصوصا بعد دخول الجيش الحر لحلب توسعت وصار عدد الكتائب كبير فالمجلس العسكري هذا ما بقى يحسن يستوعبون او ما بقى قادر على انه يديرون صار المجلس العسكري هذا يعتبر كل واحد تمام وشكل فيما بعد ما يسمى وزارة الدفاع بين قوسين هيئة الأركان شكلت خارج حدود الوطن لكن لماذا لم تنجح في ان تكون مظلة جامعة لكل من يعمل في الثورة المسلحة ضد نظام الأسد أخي الموضوع الأركان والبادسام اللي مبنت خارج البلد ما كانت على دراية بالشيء اللي يصير في البلد فما كان في قبول إلى جيد حتى من الفصائل الجيش الحر أو من الفصائل الثانية ما كان إلا قبول ولا كانت هي قادرة تستوعب أو قادرة تلبي متطلبات أو طموحات الفصائل الموجودة على الأرض يعني كان الجسم خارجي هو صحيح قدم بعض الزخائر أو قدم بعض الدعم اللوجستي للفصائل بس ما كان في انسجام بينه بين الفصائل المقادرة لم يحاول يعني هذه الأسدام لم تحاول أن تدخل إلى الأرض أو أن تساعد أو أن تبني جسور بينها وبين الفصائل الموجودة على الأرض كان ضعيف كان ضعيف هذا التواصل كان ضعيف ما هو سبب تقصير برأيك من الداخل أم من الخارج من الخارج طبعا أخي الفصائل الموجودة على الأرض كانت ولا زالت متقبل أي فكرة أو أي حل إن كان داخلي أو خارجي ولكن التقصير كان خارجي نعم أخي سهيب السؤال لك كيف سمحتم أنتم كفصائل كبرى اليوم نتكلم عن جيش الإسلام عن أحرار الشام في مدينة حلب تجمع فستقي من جبهة شامية كيف سمحتم أنتم في وجود هذا العدد اللامتناهي من الكتائب والألوية التي أحيانا تراها تغرد خارج السرب تغرد وتعمل فقط بدون تنسيق مع أي أحد وشاهدنا مؤخرا منهم ذهبوا إلى داعش ومنهم ذهبوا إلى جيش الثوار فهذا يعني هنا دائما الكرة في ملعبكم أنتم من سمح لهذه الفصائل ولهذه المجموعات أن تتشكل في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بداية الكتائب الثورية التي قامت كان جيش الإسلام أو أحرار الشام أو كافة الفصائل قامت بداية على كتائب تعداد ما يتجاوز الخمسين شخص عدة كتائب اندماجات لما تشكل جيش الإسلام تشكل عن اندماجات كتائب شكلوا لواء ألوية شكلوا جيش فبداية هذا الأمر من خلال خمس سنوات تشكلت هالكتائب هاي وعدت كتائب يعني كثيرة جدا ثم بدأت بالاندماجات الكبرى في الوقت الحالي لا توجد كتائب يعني مثل ما قالت أنه كتائب كثيرة أو كتائب ما انضمت لفصائل كبيرة لا صار هذا الأمر صار بتلاشة أكتر وأكتر الحكي صحيح أننا اليوم في بلادنا وسوريا نحن اليوم الكتائب المنتشرة ممكن تسبب ضعف في الصوت السياسي الواحد أو العمل العسكري الواحد التجربة الشخصية اللي نحن عدينا فيها الأمر اللي حصل في الغوطة حاليا في مجلس قيادة موحد كافة الفصائل مجتمعة أو أغلبة مجتمعة في هذا المجلس لا يمكن لتشكيل فصيل جديد أنت اليوم عن تحكي عن رقعة جغرافية ممكن أن تضبط الأمن الاستقرار الأمر السياسي الأمر العسكري أما في وضع الشمال السوري وضع الشمال السوري هو ساحة منفتحة هذا الوضع المعقد يعني في الغوطة الأمر مضبوط لكن نتكلم عن الشمال والجنوب أيضا ساحة متعقدة صحيح الشمال السوري فيه فصائل كثيرة متعددة ولكن اليوم ميمة تسأل الأغلب فيه عدة فصائل معروفة هي اللي ماسكي الساحة الشامية في الشمال السوري طبعا هذا الأمر بيتلاشي وحاليا في عدة جلسات في عدة اجتماعات هذا الأمر كلمة له أنه اندماجات الكبرى اللي عم تسمع فيها هي عدة كتائب انضمت بالأمس انضموا عدة كتائب الأخوة في الأحرار فيه أخوة في التجمع فيه الأخوة في الجيش الإسلام فيه عدة فصائل فيه عدة كتائب هي صاحبة مشروع ولكن ترغب في المشروع الأكبر تنضم لها الفصائل الثورية الكبيرة وإن شاء الله هذا الأمر لتلك الأمر هاد فيه تطور مو مثل خمس سنوات الماضية نعم سيد أبو عمر أنت كثائر مدني لنعتبرك مراقب خارجي ما هو السبب في عدم وجود مؤسسة عسكرية واحدة في هذا البلد جيش وطني جيش تحرير يعني كل الثورات خرجت لكن بالنهاية وصلت إلى مؤسسة عسكرية وخصوصا نحن دخلنا إلى العسكر شئنا ما بين لماذا لا يوجد مؤسسة عسكرية واحدة واضحة طبعا دع أرجع على سؤالك اللي سألته لأخ أبو الحسنين مشان موضوع مجالس العسكرية أنه ليش ما اتطورت طبعا فيه عدة أسباب ما اتطورت خلا فيه أسباب شخصية وفيه أسباب داخلية وفيه أسباب خارجية لعدم تطور هذا الجسم اللي هو مجلس العسكري فعلا في مجلس العسكري عدة وقت عدة وقت في بداية الثورة المسلحة بين قصية الصحة التعبير فعلا كان هو فاعل ممكن أكتر من هلأ بكثير يعني طبعا وقدم بعض الأمور يعني بس ولكن هو ما ما طور حاله لأنه متوقع ما بدون العسكري عنا في سوريا تكون بشكل مؤسسي يعني هذا أمر هذا أمر هذا أمر يعني من الذي لا يريد طبعا الدعمي ومجتمع الدولي المجتمع الدولي لا يريد المجتمع الدولي فيه أصدقاء للشعب السوري لا يريدون هلأ أصدقاء بين قوسين بس ولكن بالحقيقة لغمان أصدقاء هذا الواقع واللينا عمال من نشوفه لأنه القوى القوى الدعمة للسورة السورية بين قوسين طبعا إذا بدون يقوم مجالس العسكرية ويسووا طبعا هنو قادرين على هالشيات ونحن بنعرف كلياتنا هاي حوائق يعني ما ممكن حد يحسين ينكره وفي أمور تانية بشان ما نحط كل شي على مشتمع الدولي تمام مو بس هاي أنا قلت بالأساس أنه في شي منه نحن شخصية نحن كأشخاص عسكريين مدنيين ما ما تنازل ما برجع ما بعطي ما بنزل تمام وفي أسباب داخلية فصائلية بينات بعضهم يعني أسباب داخلية أنا ما بترك لهاد بها ما بترك لهاد وفي أسباب الثالثة اللي هي قلنا عليها الدعمين ومجتمع الدولي اللي هو ما بده يطور المؤسسة العسكرية طبعا نحن يعني أنا بوجت نظري بداية السورة المسلحة كان من موضوع العسكر الأفضل من هلأ يعني كان في كان في نحية الانضباط نحية الانضباط نحية يعني قلت الأخطاء للأفراد لجيش الحر كان كتير قليل يعني يعني أنا بعرف فوقت اللي دخل في حي دخل جيش الحر شهر شهر ونص ما في ولا ولا غلط كان فعلا دخلين كان النفس الثوري كان النفس الثوري كان دخلين سوار بعد دخلت المادة ودخلت الدعمين ودخلت الفصائلية ودخلت الانصرية ستت الهدف يعني هلأ نحن يعني أنا بوجت نظري موضوع التوحد ممكن صعب شوي بس المفروض أقل شي نحية الهدف يعني يكون هدفنا يكون الهدف كله لكل الفصائل السورية من مدنية وعسكرية يكون هدف واحد نتكلم عن الفصائل العسكرية لا يوجد لها هدف واحد ايه طبعا لا يوجد هدف واحد ألا تريد جميعا إسقاط النظام السوري هل هناك فصائل عسكرية تقاتل ولا تريد إسقاط هذا النظام مو ما بتريد إسقاط النظام بس الهدف ما هو واضح عنده تريد إسقاط نظام بس ولكن بشكل عشوائي أو بشكل غير غير مضبوط أو ممكن يقول لك سقط ما سقط ما فيه مشكلة يعني لديها سلم أولويات مختلفة عن بعض الفصائل وهذا هو السبب برأيك هذا أحد الأسباب عدم توحد طبعا عدم التوحد وعدم النصر كمان نعم مو بس عدم التوحد عدم النصر كمان فيه موضوع الشفافية مثلا بالعسكرة بالنسبة للعسكرة للمدنيين كمان فيه عدم شفافية يعني بتروح لعند العسكري بس لبتقول له إيش الوضوع بقول لك الوضوع وردي ووضوع كويس ووضوع كذا ووضوع كذا يومين ثلاثة بكون حي أو حي الراحة أو منطقة كاملة راحة تمام نعم يعني هذا واقع كمان عمال بنشوفه ربما العسكري لا يريد يعني أن يبث هذه الروح الانهزامية في صدور الناس خلا تمام تمام بس لو بعض الناس تلحط في الصورة يعني المفروض لفصيل العسكري يكون عنده ناس ثوريين أو مدنيين أو شديد عتبرون هنا يكونوا مسؤولين عن هذا الأمر يبثوا الروح المعنوية عند الناس يبثوا يغطوا على الإشاعات خلا في كتئة إشاعات عبتطلع على الفيس هناك سوف يعني يخرج شخص ويقول أن هناك عدم شفافية بين الفضائل العسكرية وهذه المجموعة التي تقول أنه يعني يجب أن تكون مجموعة على درايب هلا عمل متكامل ما في يعني عاش قد من قلنا أكيد يطلع ناس تحكي وكناس كذا بس بالشكل العام بالشكل العام أنه العمل يكون موحد بتوقع أنه وحدة الفصائل صعبة بتوقع هيكا بس ولكن برجع وقال لك أنه نجتمع على الهدف اللي هو فعلاً إسقاط النظام كلية نشتغل عليه بشكل صحيح من مدني وعسكري وإغاثي ومواطن عادي بشكل عام عمال بحكي من عالة العروم إلى أصغر العروم نشتغل على هاد الهدف هلا نحن أحياناً عمال عمال يعني بنشتغل عكس هاد بالحيث لا ندري يعني في أمور في أمور أنا وقت اللي بسيء في الثورة وقت اللي بسيء لأي شيء أنا بكون خرجت على الهدف وهي حقيقة يعني نعم والمؤسسة وقت بسيء والمجلس المحلي والفلان كتيبة وقت اللي بخرج عن الهدف أو بسيء بشيء وخاصة في أمور كبيرة عما بتصير يعني مثلا مثل الأبسيات هدا اللي أخدوه المشفى بس أخدوه وفي حوادث كثير مثل هاي نعم طب وين الراضع وين الشيء اللي صار الشيء اللي تام الشيء اللي كذا هذا سبب عميق وهو سبب وحيد ربما كافي لعدم توحد هذه الفصائل أخي أبو الحسنين كان لديك تعقيب على هذه النقطة لا بس كان عندي تعقيب على نقطة أنه مدني يسأل عسكري بكل وضع بكل الوضع تمام بعد شوي بخصر أحارة أو أحارتين طب يعني من العسكري مفروض أشيء يقلك نحن أحيانا نكون في وضع عسكري صعب القادة العسكريين اللي عندنا نحن ما من خبرهم في الوضع الحقيقي لازم أنا أكون عطي روح معنوية عالية فأنا إذا مدني جيت مثلاً الجيش تقدم من منطقة الصناعة يتقدم يحاصر حلب أو يتجاه نبل وزهراء وأنا بعرف أنه هو حيشة قوة كبيرة أنا ضروري أشرح للمدني أو حتى العناصري أو للقادة العسكريين اللي عندي أكيد ما رح أشرح له إياه أنا رح أقول له أنا الوضع كويس ورح نصدهم مع أني أنا عندي يقين أنه إيخ الضو أخضر أو أنه محيشة قوة كبيرة لأنه يتقدم لأنه يصل لنبل وزهراء مثلاً أنا ما خرج أنا المدني أنا مطلوب مني للمدني لا يمكن إضاحة كل شيء لا 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 أبدا شيخ بقلك لقادة عسكريين عندي وموجودين في هذه الجبهة ممكن ما أنا أوضح لنا هالأمر هاد فأيش لهم بدأ أوضحه المدني نعم أخي أبو عبدو محمد قربي هناك سؤال يعني يلوح ودائماً أصبحنا نسمع كثير مثل هذه الأصوات تقول أنه لا حاجة لتوحد الفصائل العسكرية تنسيق التنسيق بين الفصائل العسكرية الثورية كافي يفي بالغرض ما رأيك؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في البداية المفروض نظراً لحاجتنا وحاجة الثورة السورية توحد العسكري بالمجمل هي حاجة ضرورية جداً جداً للنصر إن شاء الله وتعالى الإمكانيات ممكن نتحدث عنها إذا حبيت حالياً في عنا صعوبات وعنا تحديات لك هذه النقطة بالتحديد التنسيق بين الفصائل العسكرية كافي؟ سنأتي عليه أنا لم أقول التنسيق التحديات كبيرة ذكر منها أخونا أبو عمر نركز على الأنى الشخصية الأنى الشخصية لدى الكثيرين مننا تقوم وتسبق الاحتياجات الثورية احتياجات الثورة بالتحديد أفضل الكثير مننا يعني يفضل الأنى خاصته عن الثورة وهذا خطأ جسيم وقاتل لمن؟ للثورة حظوظ النفس تماماً حظوظ النفس أما إن رأينا في التنسيق ضرورة أو حاجة نعم هو خير الموجود هو أحسن الموجود وأفضل الموجود حالياً يكفي؟ لأن نقف في وجه النظام والميليشيات الشيعية التي تأتينا من العراق وأفغانستان ولبنان والطيران الروسي يكفي فقط تنسيق بين انفصال العسكرية؟ طبعاً لا يكفي أقول الوحدة هي حاجة ملحة وضرورية جداً جداً لكل المجالات الثورية منها العسكرية وخاصة العسكرية الثورية الإغاثية الخدمية كلهم المفروض أن يتوحدوا في كلهم في مجاله العسكرة إذا كان فيها مركزية قولاً واحداً ستكون النتائج إيجابية 100% إذا ما قلت 100% أقول لنسبة 75% فهو خير من 25% اللي نحن حالياً عم نحصله التنسيق يعطينا بعض الفرص لتحقيق نتائج على الأرض أما الوحدة تعطي قيادة مركزية غرفة عمليات واحدة رئيسية كبيرة ينتج عنها غرف عمليات فرعية تكون كلها متصلة مع القيادة المركزية وتكون كل الأعمال العسكرية في الأرض موجهة بإدارة واحدة وبقيادة واحدة مجتمعة باختصاصاتها طبعاً أقول في غرفة واحدة وتدير العمل العسكري من كل الجوالب ومن كل الجهات لما يكون في عنا محاولة اقتحام للعصابة الأسدية في أحد الثغور بيردوا عليهم بطريقة أذكى مما يكون الوضع الحالي أو الوضع الراهن بالتنسيق يعني في حالياً مثال شائع أو قول شائع طجة لعبة وطجة لعبة هي حالة كفصائل عسكرية كفصائل ثورية وفصائل خدمية أتكلم عن فصائل عسكرية تماماً تماماً هذا هو حالنا الوحدة حاجة ضرورية لا أقول ليست ممكنة أقول هي ممكنة برؤية واضحة في الثورة أو في مسار الثورة التنازل عن الأنا تفضيل الثورة عن الشخصاني أو الأنا الشخصية نصل إلى ما نصب إليه وما نرمي إليه إن شاء الله إذن السبب الرئيسي كما تفضلت أنه حضوظ النفس هي التي تمنع من وحدة الفصائل العسكرية كلام سليم وذكر أخونا أبو عمر أن الداعمين نعم والداعم له يد وباع طويل في هذا المجال بأن زكى حضوظ النفس عند الكثير منا نعم هذا كلام حقيقي صحيح نعم أخي سهيب الدعم ماذا يفرض عليكم الدعم أو ماذا يوحي لكم الدعم حتى لا تتوحدوا؟ هل هذا كلام صحيح؟ هل هناك داعم يفرض على الفصائل العسكرية بأن التوحد خط أحمر؟ بداية تعقيب على أخونا أبو عبدو الكلام مثلا الأمر الحاصل وطجة لعبة المسأل الشعبي اللي يحصل فهذا الأمر كان بداية حاليا بلشت الأمور لأ تتنسق وصار فيه تنسيق أكبر على مستوى أعلى نعم اليوم أنت عبتتحدى جيش ميليشيات طائفية القوات الروسية الدول العالم أغلب دول العالم اللي عالي عالي تواجه هذا الشعب الشعب السائر ما ممكن أنت اليوم تواجهه بمواجهات يلا شعبية ويلا نواجه هذا النظام نعم ونواجه هاي القوة اللي عبتتينها هناك أكيد تنسيق عالي أنت اليوم لما تتحدث عن الريف الجنوبي ومعارك الريف الجنوبي معارك الريف الغربي معارك فك وتوقيف الحلم الحصار اللي عبيحكي عنه النظام اليوم المعارك اللي عم نواجهه جمعة حلب تثأر ما جت تسميتها من عبت يعني أنت اليوم فتحت أكثر من جبهة في الريف الجنوبي في الريف الشمالي على الميليشيات الإرهابية بالبككي على داعش أنت اليوم فتحت أكبر من جبهة أنت معتا في عندك تنسيق عالي بين هالفصائل هاي لحتى حسنت تشتغل هذا الأمر إذا ما كافي لإسقاط النظام هذا التنسيق العالي؟ طبعا لا نحنا اليوم نحنا نحكي عن خطوة عن خطوة نحنا بلشنا فيها بنسلم التوحد التوحد ما بيجي بين هاي الجلسة يلا أموت فضل متوحد ما بيجي هيك التوحد التوحد لازم نحنا نبني جسور ثقة لأسف هاي اللي عم تفقدها أغلب الفصائل بين بعض اليوم نحنا نحكي التوحد لا الداعم لا الداعم ما بيحسن يفرض أجنداته الخارجية على الأجندات الداخلية سؤالك جواب على سؤالك أنه الداعم هو اللي عم يفرض؟ لا ممكن بعض الأشخاص والكتائب أو الألوية اللي معروفة لأغلب الناس ممكن عم يفرض عليها أن تقاتل هون لا ما تقاتل هون تقتحم هون ما تقتحم هون هالأمر هاد اليوم ما بتحسن تحكيه على الساحة الشامية ككل اليوم الفتوحات اللي صارت بإدلب الفتوحات اللي صارت في الغوطة الفتوحات اللي صارت في الريف الجنوبي أو بحلب بشكل عام ما ممكن الداعم إنه هو يقرره ممكن يكون هو عب يساهم ببعض الكتائب ممكن هو يكون عب يساهم ببعض الألوية بس أنت اليوم عب تحكي عن أجسام ثورية كبيرة عب تفرض الواقع عب تشتغل عليه نرجع نحنا منقول لا ما بيكفي بس التنسيق بين بعضنا بس كمان نفس الأمر ما يجب إنه نحنا يكون عنا لا يلا فورا نتوحد وهذا الأمر ما بيحصل أنت اليوم في سلم هرامي بدك تمشي عليه حتى نوصل للتوحد بداية كنا بطجة لعبة بعدين قمنا بيلا مجموعات السبب الرئيسي لعدد التوحد ولست لا يصبح بهم في أصف العملية لكن السبب الرئيسي أنا ذكرت لك هو جسور السقة التي بيننا الجسور السقة التي نزعتها صولاً بعض الأشخاص المتسلقين على الثورة السورية التي نزعتها كما قلقنا بلات بعض الداعمين من نزعتها بعض الدول المانحة أو الأصدقاء الشعب السوري بين قوسين كما قلقم فهؤلاء العواقب هاي كلاتها اللي سببت انه عدم التوحد الحالي ولكن لا نحن نذكر فلان جزء هو اللي منع التوحد لا قلتلك السبب الرئيسي هو جسور السقة نحن اليوم لما نحن منرجع السقة بين بعضنا فالامور بتمشي حتى قلتلك يعني إذا نحن اليوم وصلنا لمرحلة انه خلاص نيئاس ما عاد في عنا توحد لا هذا كمان غلط لا فورا بدنا نتوحد كمان هذا الامر غلط لا أفراط ولا تفريط نحن اليوم بدنا نمشي بأمر جسور السقة نرجع عيدها ونبنيها بين بعضنا عمل عسكري هو أكتر الأعمال اللي بتوحد في أمثلة كثيرة العمل العسكري كان عبيوحد عدة فصائل مع راقة الله غالب وما كانت واس جيش الإسلام كان فيه الأخوة بيفيلق الرحمن أيضا ساندوا الأخوة في جيش الإسلام يوم ممكن يكون فيه مشاكل قديمة أولا عبتحصل أولا عبن نسمع فيها بس لأ بجمعنا العمل العسكري بجمعنا هو إسقاط النظام لكل الفصائل ما أظن أنه تختلف على هذا الهدف في الختام أعزائي المشاهدين لا يسعوني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع لكم مني ومن فريق العمل أطيبة تمنيات على أمل اللقاء في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة